آلوو hear a الى احنا خطفنا وقتك مين ؟ هيا انت غبي او اللاذ ايش بالظبط عندك اي estamos ثانية غيرها ما معك الله هي اوه لا كنت عارف لكن المصدر هيan ؟ يالا يالاا انقل انقلّ وانت باي الكندي اله matar تسلوا أتكلمة ا اوك اوك اهدي مانت نبنى ابوك ابوي يعطوني جواله عشان القبries الكبير ذا الازمان اله ياربي انت نبنى منا buena اكيد متعصل اول السادي او او كيي هذا الو اة اه يش تسوي علشان ابوك معي اجلدك اعمل نفسك مزهريه ما نفع روخ وغسل سيارك ما نفع روخ اشتلي إليه لا أكله يحبها ما نفع روح وطلع الذباله منظف البيت ما نفع ياخي راحقل له انا اسف واعترف غلطات يبا انا الغلطان واسف تبي بساعدك عشان امك تبحبك ياب ياب روح اشتلي لها هدية تحبها ما نفع روح وأطمخ أكل للبيت ما نفع روح وخلي أخوك الصغير الأباء العابك نفع ياب ياب بدأ تحبني أوكي 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 حبه روح وسلم فوق راس أخوك الكبير نعم وربي ما سلم فوق راسه توكل أبي ألعم معكم أبي ألعم معكم أه أبي ألعم معكم راس يا بازر انقلع لا يا فلفل جيب تلعيد يا موزا وين حطيت الشاحن حقي ها ما أسمعك وين حطيت الشاحن الحقي يا موزا المعفذ إيش الفيش يا أخي عندك فيش بخرفتك يا أخي أخي الشاحن ما تسمع أ억 أخي الشاحن أخوك مين أخوك مين يا حبيبي خلح يجي أنا أبي çek والله انا وريكم كلكم شغلكم خلا بس يجي ناديه وريني يلا ناديه يا أخواني وشinto يا أستاذ أبغى الحمام لا يا أستاذ أبغى الحمام من جد لا يا أستاذ من جدا من جدا أبغى الحمام خلاص أخي LINKL منك يا أستاذ أبغى الحمام ها سنفش الحمام بس فقد شعور كون أنهأأستاذ منك و انت ترس تقول نا وفن نعي انا اروح ابلع الوو اولاjo احنا خطفنا بنتك مين الشاصة هذه الخضرة واش تبغى تعالف؟ اه بغا فلوس вروض اني اشكرك انك وفرتها علي واني اعطاك فلوس انت وش كتت 对ب الضغط ولا ش كنت ااكل بس باتصل على امك الووو اهو لا احنا خطفنا بنتك اهو حا When!! الخضرة دي شو اسبتها بنت مهمة وفرت علينا في البيت ما كصرت انت وش كتتسوي في البيت؟ من جد كنت اكل الاكل بس خاليني اتصل على اختك وشو؟ هالو؟ ايه هلا؟ احنا خطفنا اختك مين؟ الخضرة ذي طيب حطها سبيكار خلنتكلم معاها اه اوكي الغداء بيجات اه اه الغداء؟ يستيقظ الاخه الاكبر من النومة الخفيفة ويروح للدوام والاخلاق قفل معاه ويجي للبيت العصر هو تعبان يجي ابوه يقول له روح يشتري كل هالطلبات للبيت الحين ولا تتأخر ولا تنسى الفول ومسكين يروح يبغى يشتري الفول ويلقى زحمة الارض قدعمه ويصبر 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 وفي النهاية يشتري لكن مع الاسف يتأخر ولما يفتح باب البيت يشوف المنظر التالي وكلنا عارفين ايش نقول له الله يرحمه الاب والام طبعا يروحون يشترون من السوق الحاجات اللي يحتاجونها الرمضان الاخ الكبير جالس يفكر كيف بين الدوام وبين رمضان والصيام ويب لسه الاب والام منتظرين في زحمة السوق والاخ العصبي يفكر كيف بيمسك نفسه في رمضان بدون ما يضرب اي احد ويب لسه الاب والام منتظرين مرة زحمة والاخ الطماع جالس يخطط كيف ممكن يكسب ذهب من رمضان ويب الاب والام لسه منتظرين يب دارين والاخت الصغيرة عايشة في اسوأ لحظات حياة بالنسبة لها رمضان يعني صابون ويب يب لسه الاب والام منتظرين اما الاخ الصغير يفكر بشي واحد اه السنبوسة جبنة والاخضار والاخ الجوعاني نظرة هو مجهور مجهور ويب لسه الاب والام خلاص تستيقظ الاخت الصغيرة في الصباح بعد النومة الخفيفة وتروح المدرسة والاخلاك قافلة معها ولما تروح البيت تجي الوالدة الله يحفظها وتقلها يلا بل اكسل قوم يوساعديني اكسلانا يلا لف السنبوسة ومسكينة تجلس تلف السنبوسة اما تتعب وبعدين تجلس تطبخ وتطبخ وتطبخ وبعدها خلاص الفطور صار جاهز ولكن يصير معها المنظر التالي وكلنا عارفين وش نقلنا الله يرحم يديني يستيقظ الاخو العصبية بعد النومة الطويلة وبعد ما يسحى يروح المدرسة وطبعا يهرب منها بعد دقيقة من دخولها عشان ما يفطل على المدرسين والطلاب ولد صالح وبعد ما يهرب يجلس يتمشى تحت شعة الشمس والاخلاك قافلة معه ولد صالح فلما يروح البيت يحاول انها ما يلمس اخوانه ويبتعد عنهم قد ما يقدر ولد صالح وأول ما يأذن يقوم يأكل كل الاكل ويجلد كل اخوانه انت هو الاد مش كويس لاش تنظرني كذا فل فل نجم النجوم فلفل واليوم بخلي مستر ماس يشوف النجوم هذا هو المكان اللي قلت لي ان المتابعين منتظريني فيه يا موزا يبا وش جايزي صلينا اذن يش قدامك خيارين الاول انك تقول فلفل نجم النجوم الاهمي والثاني انك تطيح في المستقع ذا وربي ما اقول اقلع انا احيي فيك شجاعات هاي يعني بتسيبني لا طبعا رجال صفقوا لأغباء واحد موجود هنا يا بنا اتكلم عنك انت شايف الكل هنا متأكد انه انت أغباء واحد هنا جزع حالك جزع حالك اخبص يلا روح نام بدري الحين عشان بكرة الصباح نروح الملاهي الملاهي اوكي اوكي بروح نام الحين ولا انا وش فيني ما نقدر انا اوكي بروح اوكي بروح اوكي بروح اوكي بروح اليوم راح نتعلم ايه وش تبعي انا جاهزة اشوف اكثر مفيد يا ربي وش تبعي اخي اوكي بروح يا ربي اتخذ نعم وش تبعي امي تقول خليني اتفرج معك اطعم يا اطعم ايه ايه اصلا في هذا الفصل لما فين لأ مصطفى بشرفني ورافع راسي يا أستاذ أبغى الحمام ليش تبي الحمام وش تبي تسوي ها كيد معكم ما قلب جديد ولي ارحم لي والدك من جهة أبغى الحمام ما رح تضحك علي هذه المرة باباك ورعب عليك شكرا هالموضوع من جد بروح الحمام يا نظر التال أبغى الحمام سمت على لعملك تفضل تفضل يا أستاذ أبغى الحمام هكلا أوكي بحط هذه الوجبة آخر شي وراء علشان ما حد يشيلها مني وبروح الحمام بس 5 دقائق وجي يلا ميت جوع هذي حق تحرم عليك عن إيش تتكلم 耀 ألا نحن خطفنا أخوك مين التفاة الأزرق ذا أحسني خلي عندك لكن لا تجنده أنا الوحيد اللي يجiances فهم oula لا فلفل صاح يا أددك أنه بيجليدك لو لمستني لأنه هو الوحيد اللي يجلدني صاح يب انت حارف خلني أتصل على أخوك الثاني ألا نحن خطفنا أخوك مين؟ التفاح الأزرق ذا اسمها أنا مطفر ما عندي فلوس قلها لو معك خمسة ريالة لني جوعان بصراحة وماكلت شي أنا أبي منك فلوس تجي تطلب مني فلوس تستهبل أنت خلني أخمن ذا موزة طلب منك إنك تقل لي إنها يبي فلوس صح يب كنت عاد خلني أتصل على أختك هلو هلا إحنا خطفنا أخوك مين؟ التفاح الأزرق ذا لحظة أحبار الحمد لله الحمد لله جائسة تدعي صح؟ أنت بيت تتصل على أحد خلاص خلاص روحي أبني خلاص خلاص من هذا البيت ما استفدت ولا شي والحين جاء دور البيت الثاني شوفوا المقطع السابق من هنا أو شوف هذا الفيديو أكيد إذنك ما شفته أو شوف قناتي الثاني لا تستحط لايك وتشترك في القناة فعل جلس التنبيهات كان معكم مصر ماس مع السلامة